بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور رمعين عبد الملك برقية تهنئة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان صاحب السمو فهد بن محمود السعيد بمراسبة احتفالات الشعب العماني الشقيق بالعيد الوطني وعبر رئيس الوزراء باسمه ونيابة عن الحكومة عن أحر التهاني وأصدق التبركات بهذه المناسبة للسلطان هيثب بن طارق وللحكومة والشعب العماني الشقيق وعشاد رئيس الوزراء في البرقية بالعلاقات الأخوية التاريخية والمتينة التي تربط بين قيادتي وشعبي اليمن وسلطنة عمان والحرص المشترك على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات